أكد دكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم على اتخاذ الوزارة للعديد من التتابير والإجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية استعداداً لامتحانات الثانوية العامة ومواجهة الغش وأشارح جهازي في تصريحات خاصة لأونلايف إلى أن القانون الذي ينظره مجلس النواب يعمل على تغليد عقوبة الغش بالإضافة إلى تجريم حمل الهاتف المحمول خلال أداء الامتحان تكافحة الغش واحد من الحاجات اللي أنا أتمنى من كل قلبي أن أولئي الأمور والطلاب وجميع العمليين يعملوا معنا على أنه ميبقاش فيه غش علشان نتيح الفرصة وتكافؤ الفرص لكل الطلاب ده واحد من الحاجات الطالب اللي هيغش هيطلع في النهاية إنسان مش كويس في المستقبل وده اللي خلى الاجتماع في السيد رئيس مجلس الوزراء أكد عليها وإن إحنا هيبقى أقل إن زيادة تأمين اللجان حتى لو استدعى الأمر مشاركة هيئات أو لجان أو أفراد متخصصين في عملية الأمن الحاجة الثانية إن هيبقى عندنا أجهزة اللي هي العصر الإلكترونية وحنسمح للدخول مبكر للطلاب بحيث تمانية ونصف مثلا بحيث إنهما كل اللجان التأمين تستعيد تقدر تتعقم اللجان وتفتش الطلاب قبل دخولهم اللجنة بإذن الله التأمين والتشارك مع كلها الفنية العسكرية والأمن القومي والاتصالات والداخلية لبرضو استخدام أجهزة وآليات للكشف عن الغش بإذن الله والتعرف على الطلاب اللي ممكن يشيروا أي أوراق هنقدر نوصلها في غرفة العمليات الرئاسية بإذن الله نقش الآن في مجلس النواب هو تغليز العقوبة هتوصل ممكن تمتد من سنتين لسبع سنوات سجن الآه والشروع في الغش هيبقى فيه خمسين من عشر تلاف لخمسين ألف جنيه غرامة والطالب قد يحرم من الامتحان عام أو عامين حيازة الموبايل أصبحت جريمة ولن يسمح